رسالة وكلمة قوية جدا من أبو عبيدة بعد ما فقد الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو الإسرائيلي أهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القصام أو الزراع العسكري لحركة حماس قال في الرسالة إننا فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو وكمان قال النهاردة يوم السبت إن مصير الأسرة لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال وده الكلام اللي قالوا أبو عبيدة في الكلمة الخاصة به النهاردة وكمان قال إن احنا دمرنا 17 آلية إسرائيلية النهاردة منذ صباح اليوم في شمال غرب وجنوب غزة